السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم دا كترة عاملين ايه اخباركم ايه اه نهاردة ان شاء الله هنختم السنة بازن الله مع بعض هنتكلم عن دينتال ماتيريالز ان بديادرك دينستري احنا لو تفتكروا تكلمنا عن الدينتال كيريز فاول التيرمو تكلمنا عن الريستوروديف وتكلمنا عن كزا توبك في في الفيديو اه نهاردة برضا ان شاء الله هناخد معلومات كتير كده من الماتيريال انتوا اصلا مغادرين مادة الماتيريال اكيدة عارفين يعني معظم الكلام اللي هيتقال بس هنتكلم عليها بخصوص المواد اللي هنستخدمها في في البيدياتركس يعني هنتكلم عن الريستوروديف او المادة اللي انا هستخدمها لما باجي اعمل خلاص طيب ايه هي شوية كده لازم تبقى مهمة جدا اخد بني منها قبل ما اختار نوعية الماتيريال اللي انا هستخدمها يعني انا الوقتي نصلا هعمل هل هعمل هل هعمل بامالجوم بكمبوزت بجلسة وهكزا طيب انا بختار الكلام ده على اساس ايه على اساس كزا حاجة وممكن الحاجات دي تخليني اغير كلها ممكن الحاجات دي اصلا تخليني اغير ال ايه الماتيريال اللي هنستخدمها خلاص طيب زي ايه بقى الحاجات دي اول حاجة الشايلد بيهيفير مهمة جدا 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 انا هو الشايلد ده كوابرتف ولا ام كوابرتف طيب ده هيفرق معايا يا دكتور او طبعا هيفرق معايا طب ازاي طيب تخيلوا معايا لو انا طفل ده خلي كوابرتف ويه وجميل جدا ولطيف قوي ويقعد وفاتح بقه ومبتسم لك والدنيا حلوة دي ومزقطتها ومبتحصلش غير كل سنتين يعني مهمة يعني انجلك طفل زي ده وعنده مثلا اه اللور ايه ويه اللور ايه دوت مثلا كلاس 2 وانا خلاص عايز اقفل مثلا ممكن استخدم كومبوزت او ممكن طب ليه استخدم كومبوزت ده انت بقى انت قلبك جامد ايوة طبعا قلبي جامد ده انا هعمله وافتح له كومبوزت وحط الورابردام عشان الايزوليشة تاها كومبوزت انتوا عارفين ده كومبوزت مادة اه بتبقى حساسة جدا سنسطيب اول السلايفا وكلام ده كله فانا هنا هعرف اعمل كنترول السلايفا كويس وحط رابردام وحط ساكشن وهزبط دنيتي ليه عشان الولاد نفسه لطيف وكويس طيب ده خلي ولد نجاتف خالص وانكو قبرتف تماما وعملي عاية ويدبذب في الارض وعمليه ومش ردي يفتح بقه وعمليه في البقه وانا شغال طبعا ده اغربية الاطفال يعني فانا ساعتها هل هيب عندي امكانية ان انا قاعد استخدم بقى كومبوزت وحانتف وستف وزبط وكلام ده كله لا ساعتها ممكن نخش مسلا نعمل جلاس اينا مرور اللي حاج خلاص فالشالد بيهيفوري بيفرق معي كويس او طيب تانية حاجة نمبر اوف ديكيد سورفسس ايو احنا انا بنتكلم بقى على جيفي بلاك اللي هو هلا هو كلاس وانا ولا تو ولا سري ولا فور واحنا اخدنا الكلام ده في الريستوروتيف دينت سري في البيدياتريكس لما كنا نتكلم عن النوعية المدلة هنستخدمها وهل هنعمل ريستوريشن عادي ولا توس نفسها بقت يعني صعبة قوي في كذا سورفس ديكيد فهو اغطر ان انا اعمل كراونز ماشي؟ طيب تارت حاجة يعني هل انا السنة ديت مثلا قربت ان هي تفالي قربت سوري ان هي حصلها شدين ولا لا لسه بدري يعني مثلا طفل عنده اربع سنين خمس سنين سي طفل عنده اه مثلا سبع سنين لأ ببعارف انه خلاص قرب ان هو ايه يسلم مثلا فعادي راح قطط لجلس اي نمر مش مشكلة لكن لو طفل مثلا لسه زغير قوي يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا استخدم له مادة تقعد معي وقت اطول زي مثلا الامار جمز زي الكمبوزت زي مثلا انا اعمل اصلا روت كانال سواء كان بلبوتومي ولا بيكتومي فانا ممكن احط عليه كراون بحيث ان احافظ على السنة دي اطول فترة ممكنة طيب تارت حاجة هي ايه؟ يعني انا هاعمل سنة يعني ايه ما هو كل السنان زي بعض دكتوري دق طبعا مش كل السنان زي بعض فيه اسنان فعلا فعلا مهمة فيه اسنان بتبقى هي الكيو في الوكلوجن بنسميها كده ايه هو انا اعزا كنتفكروا معي كده ايه هو هل هو مثلا الدي ولا الايه؟ اكيد الايه صح؟ فاكرين الفراش ترنالبلين والميزة دريفت بتاع ال 6 والكلام ده كله فطبعا الاي ده مهم بلس ان الاي ده بيستنن في الاواخر يعني هو لو فيه مثلا بروكسيما البوكس مثلا اعملو ازبط ازبط الكنتك كويس عشان محصلش ميزة دريفت مثلا فيحصل فاكريني الكلام ده كله تأكيد فاكريني الكلام ده كله على مدار بقى السنة اينا هننتكلم عن حاجات كتير على مراجعة السنة بحالها تلاقوه لنا كل شوية اجيبلكو شابتر كده ودخله لكم هنا تمام؟ طيب طيب ايه كمان ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ تالت حاجة على حسب سيفيرتي في اطفال عندهم الكيرس انديكس بتاعهم عالي او الكيرس ريت بتاعهم عالي هتليهم بيسويسوا على طول او مسلا عندهم رامبنت كيرس او كلام ده كله طيب فهعمل ايه هختار اني متيريال والله بيقولك ممكن تختار مسلا الجنس اي نمر بحيث ان هو يطلعلي فلورايد فيقليلي شوية من حدة الكيرس دي ما يفعش مسلا استخدم له مسلا كومبوزت او امالجم لان الامالجم معروف ان هو بيحصل بتحتي كيرس تاني اصلا ده في الناس العادية ما بلك لو هو اصلا هاي كيرس ريت فيستحصل ان احنا نستخدم له مادة طلع في دروعي مسلا طيب اخر حاجة وحاجة مهمة جدا برضو هي يعني ما يجليش ابو وامي مسلا هما شايفين ان انا اخلع الدرس دوت ومش عاجبهم لانا بعملو فساعتها انا ما عدش مادة مسلا غالية زي كومبوزت وقلوهم ايه والله بانحشي بكزا او مسلا ما حطروش زركونيا كراول مسلا في البستيرور تيسو وقلوه هنعملها بكزا طبعا ان تقسم بتعجزه اكتر هو من الاول ما عندوش ثقافة ان هو يحشي الدرس او يزبطه او يحفظ عليه يعني هو عايز يخلعه بلاس مسلا ان هو كمان الماديات عنده مش كويسة فما يفعش انه تتعلي عليه الايه الماتيري اللي انا هستخدمهم ماشي طيب ونرد كده شوية لازم اخد بالي منهم كويس قوي لما باجي اختار نوعية الايه الماتيري اللي انا هشتغل بيها طيب حاجة كمان مهمة اوي اخد بالي منها وانا باجي اختار الماتيري اللي هي ان انا عندي برايمري توس مورفولشي التاعي مختلفة عن البيرمنت توس في ايه واحنا خدناهم قبل كده على فكرة برضو تكلمنا عنهم في صفحة كاملة يعني وكم موضوع يعني بالنسبة لنا طيب زي ايه خلينا نفتكر انا عندي الميزيو ديستل ديامتر جريتر زين الاوكلوزو سيرفايكل يعني هتما تسيق بص على الاوكلوزو بتاعك هتلاقي ان السنة زي انا تقول كده ايه ميزيو ديستل يعني يعني عريضة شوية اكتر من هي ايه اكتر من هي ايه 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 باكولينجول او سوري او سوري اوكلوزو سيرفايكل يعني تقول لها يعني هي سنة بالنسبة لي قسيرة بس وسع بس عريضة خلاص طيب كمان ايه كمانxi كمان عندي اينامل ودينتين Palmer with larger changers news. دا مهم جدا 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 جدا. ان انا عندي البلب البالب Virgin التاعي ! بلاس كمان طبيعتي النامل وطبيعة دنتين ارفع من الطبقات الموجودة ايه في البرمت job. طيب ده هيفريريف ايه دوكتور DemocratsNA Hayfreet is boxes ov. زي مثلا الكمبوزيت. انتو عارفين ان الكمبوزيت مشهور قوي بموضوع الحساسيات بتاعته. وان هو بيخش جود انتونر تيبيورز. فممكن ان هو يعمل لي حساسية للبلب. طب ما بالك بقى ان انت عندك البلب هنا عالي. فلازم تاخد بالك وانت بتحط المتيلر دي انها متمقاش سنستيب على البلب. خلاص. طيب ايه كمان ان الباكل واللينجور كونفرشن ستوز اكلوزل. لازم تاخد بالك ان الكلوزل بتاعك ديق. خلاص. فلما يبقى ديق كده مسلا اخد بالي لما ا اعمل اه مسلا عشان احط امرجم. لازم ابعرف ان انا عندي السنة اصلا صغيرة. فكريم اللي هو ما كنا بنقول ان انا لازم احط في التلت اللي في النص علشان اللي هو بتاع الكلوزل تيبل وان انا اخد بالي ما عنديش الايه التلت دوت. ماشي. طيب ايه كمان انا عندي شورت فاخد بالي لما باجي اي اركب اي كراونز. وايه اخر حاجة لازم اخد بالي ان انا عندي الكنتكت بتاعتي عريضة. خلاص. وفي نفس الوقت هي واسعة. طيب. ليه الكلام ده? لان انا باجي اعمل مثلا كلاس وان. وسهل جدا تلاقي ان هو في اندرميند ان اعمل كده من الجنب جا فتقوم على فتحها كلاس تو. فبدل ما هيك مثلا هحط لها سي مثلا كلاس اي انوار. لان انا لقيت ان هو موضوع فتح ميني كلاس تو فمحتاج حاجة اقوى شوية منه زي الكومبوزيت. ناشي. بدي عمتا شوية جنر كونسدراشنز لازم اخد بالي منها لما باجي احط او اختار او اتشوز يعني الماتيرة اللي بتاعتي. شوية الحاجات اللي فوق دي بلاس كمان انا عندي مورفورجي مختلف. طيب ايه هي الكلاس فيكيشن بتات الماتيريالز عن مثلا احنا بنستخدمها. انا عندي بنسميها بريفنتف. بريفنتف يعني ايه? يعني تقريبا بتوقف او بتقلل حدد الكيرز بتاعتي. او بتقرست الكيرز بتخليها تقف عند حدها شوية. ودي بنستخدمها في حالات معينة طبعا مش كل الحالات. تانية حاجة هي اللي هو الحشو المؤقت بالبلز يعني. وانعرف برضو الانوار احنا بنستخدمها مع الاطفال هي ايه? كمان عند الانترميديت ريستوريشن يعني ولا هو التمبري ولا هو آآ اللي هو البرمنت لأ هو حاجة في النص يعني ممكن يقعد فترة اطول من 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 التمبري فيلنج من الحشو المؤقت يعني ممكن قسيمه مثلا ثلاث شهور ست شهور مادة ايه تقعد معي شوية لونج لاستنج شوية بس برضو هي مش حاجة بيرمنت مش هتاخد خواص الايه الماتيريال اللي هي البرمنت اه ماتيريال. طيب قلينا في اول واحدة هي البريفنتف ماتيريالز ايه هي الماتيريالز انا بس استخدمها كاو ان انا عندي مثلا هاي كيرز ريسك او هاي كيرز اندكس عند الطفل او مثلا ان انا عندي انسي بيانت كيرز لسه محصرش كيرز بس لسه هي انسي بيانت في الاول خالص او مثلا عندي ديب فاشرز وبيتز كلام ده كله هنعرف في دروات ازاي هنعمل وعلى فكرة انتوا هتعملوا كل التطبيقات دي تقريبا في البابليك السنة الجاي بازن الله ماشي طيب خلينا واحدة واحد اول حاجة في دروات جل والفوم والفارنش اللي بنسميه اول حاجة نستخدمها اللي هو لسه ما حصلتش اي حاجة بس انا عايز احافظ يعني في دي دي كالسيفايد انامل وينسي بيانت كيرز حاجات بسيطة قوي عارفين الرامبان تكيرز كلا انا كنت بتبدأ بايه كنت بتبدأ بينسي بيانت كيرز او بتبدأ بيه وايت باتش لو تفتكروا وايت ليجينز او تشوكي وايت ابيرانس كل الكلام ده هو ده اللي انا ممكن استخدم معها في دروات واحنا فعلا فعلا وقتها قلنا ان احنا هنستخدم معاها في دروات لو تفتكروا ماشي طيب انواع الفلورايد ايه عندي حاجات في دروات ممكن العيني يعملها في بيته وفلورايد ودير معظمها اصلا انا اللي بعملها خلاص انا اللي بعملها في الدندر كلينك بتاعتي اول حاجة الفلورايد جل الفلورايد جل ده من اسمه بيقباره عن جل كده وبيجي في انبوبة كده بيبقى اه تقريبا التركيز بتاعه واحد بوينت اه تاتة وعشرين في المية اكسلوريت بفوسفيت في الرايد لو الابف ده خلاص تمام طيب وبعدين انا بحط في تري زي الايه زي الصورة هنا دي شايفين هو هنا الدكتور عامل ايه هنا فيه واحدة لقبر واحدة للور بيقوم مدخل فيها الجل ده ويقوم ايه مخلي العيان يعض عليها طبعا بعد ما بيكون منظف الاسنان كويس بالهواء كده وبنشفها كويس يقوم معها خلي العيان يعض عليها وبيسيبها تقريبا اربع دقايه طيب وبعد ما بيسيبها اربع دقايه خلاص بيقول له بعدها ولا تاكل ولا خلاص ولا عيان بيقوم ماشي يعني انت بتشيري تريمين بقه وتخليه يروح وتقول له ما تاكلش ولا تشرب لمدة اه نص ساعة خلاص طيب الجل ده طبعا لطيف جدا سهل وسريع قوي بس ما بستخدموش غير مع الاطفال اللي هم فوق عشر سنين مش قبل كده ليه مش قبل كده علشان ممكن العيان اه ياكل الفلرايد ده او يشربه فيحصل له في الروزز خلاص حتى انا اصلا وانا بشغل تريد ديت والموضوع ده شغال يعني اثنان اربع دقايق دول او شوية دول يعني انا بمدخل ساكشن جوه بقول طفل بحيس ان انا ايه اه اسحب كل الفلرايد الزيادة ده خلاص يبانا دلوقتي عندي اول حاجة والفلرايد جل انا بحطه انا في في التريل وبخلي العيان ما يكلش بعدها نص ساعة وبديها الاطفال اللي اكتر من عشر سنين طيب تاني حاجة هو الايه الايه بي اف فوم اللي هو على شكل فوم بيبقى من اسمه كده فومي يعني فوم كده عامل زي الرغوة بتاعة الصابون كده خلاص هو زيان الجل ممكن عايد استخدمه بيه الفينجرز التعتي وما ما نفعش استخدمها لاطفال اللي اقل برضو من آآ ست سنين خلاص طيب زي ايه زي وزي اللي هو الكازين فوسفي آآ فوسفو بيبقى امورفاس كالسيوم فوسفيت آآ سيراميكس دي اللي هو بصوا اللي هو زي ده كده اول حاجات يعني اللي هي في آآ في ترايدنت وكلام ده كله المهم يعني ان الحاجات دي تبقى هوم ميت شوية ممكن انا عايدنا يعملها في البيت فعشان كده آآ يعني ما ينفعش استخدمها لاطفال اللي قالوا من ست سنين عشان يعرفوا يستخدموهم طيب اخر حاجة بقى ودي مهمة او كسير او برضو بنستخدمها هي بس هو تركيز بقى اعلى شوية هو خمسة في المية بارنش آآ بنستخدمه للاطفال معظم معظم الاطفال بنستخدمها له عادي اي طفل ممكن بنستخدمها له عادي جدا ممكن كمان مع الاطفال اللي هوم كمان عشان هو بتاعه سهل انا اللي اعملوا وفي نفس الوقت سهل مش زي موضوع التري اللي كان موجود فوق ده خلاص ويه كمان بتاعهم ممكن مرتين في السنة بتبقى جارسة جميلة او على الفكرة يعني احنا اصلا في العيدات بنرجحها كتير او لاطفال اللي هون انا شايف عنده كيرس بنسبة عالية بحب اعملوا جارس كل ست شهور يعني مرتين في السنة موضوع بياخدش اي وقت هو بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن فارنش حاجة كده زي ما يكون لكود كده ويبيجي معاه فرشة عارفين اعمل زي البنايت يعني سوريا يا جناعة زي المونوكير كده خلاص بقوم واخده من الايه من الفارنش ده من الليكود ده واقوم حطه على 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 قد مقدر كل الاسنان آآ ده بيبقى بيعمل زي آآ طبقة كده حماية كده على الاسنان من التساقص ببعنا اصح وفي نفس الوقت آآ بتريليز في السنة ذات نفسها فبتقويها اكتر ماشي طيب يبقى انا عندي دلوقتي الفلورايد عندي فلورايد جيل انا بعمله في البيت اللي هو جيمي تري وكمان معاه الفلورايد فارنش الاتين شوه بعضا شوية بس الفلورايد جيل بيبقى نسبته قد دقيق واحد وثلاثة من عشرة واحد سوريا واثنين من عشرة التاني خمسة في المية فنسبته اعلى آآ شوية برضو بس الفلورايد جيل دوت ما ينفعش غير مع الاطفال اللي اكتر من عشر سنين ولكن الفلورايد فارنش لا مع اي سن عادل انه هو مش هيبلعه هو حاجة زي ستيكي كده مش هيتبلعه اصلا خلاص وبعد كده عندي الفون ده بيقى حاجة لايت شوية وعندي الكازين ده ماشي طيب تاني نوع من انواع البريفينتف آآ متيريرز هو السيلانت البيت والفاشر سيلانت ده حلو قوي بقى ده احنا برضو بنستخدمه وتعمله برضو بيبقى عامل ازاي لما بيكون عندي آآ اكلوزل تيبل مسلا شبه شايفين اللي على الشمال ده شايفين ده تقريبا آآ لور سيكس عنده ديب بيت وان فاشر وفي قطوط صودة كده على فكرة انت لو بسيت في المرية هتلاقيها عندك يعني ايه موجودة عن الناس كلها تقريبا فبنقوم نعمل لها موضوع ده بحيث ان احنا نوقف ونقلل الايه الكيرز اللي موجودة خلاص بنستخدمها مع ايه مع طبعا البيتو عامة وبنستخدمها كم مع نيولي رابطة توس خاصة يعني لو في طفل كمان خلاص ايه هي بتاعته باينا قوي في الصورة هنا وسهلة خالص احنا اول حاجة بنقوم آآ ننظف السنة كويس قوي بنعمل لها يعني مايفاش يكون في اي مايا خالص في الموضوع هي شبه يعني هي تكنيك سنزتب شوية بس سهل يعني طيب وبعد ما بتنظفها وبالهوى وبالقطن وكل حاجة تقوم عامل بتاعك وبعد ما بتعمل بتشيله تقوم حاطة الليكود بتاعك او اللي هو يعني بتاعك تقوم حاطه برضو بفرشة كده بحيث ادخله في كل الفيتشرز والبيتس اللي موجودة في بتاعك وبعدك هتعمل لها كيورينج عادي خالص وبتفضل بتاعتي زي اللي في الصورة دايجرام ده او هنا ده الصورة طبعية خلاص هو عمتا الموضوع يعني هي بتاخد ما بتاخدشه يعني بتاقع يعني مش هي مش حاجة بيرمنات قوي فبرضو بيحتاجي يجي لك كل ست شهور كده تقوم ايه بتعمل ليه طيب طالت حاجة من انواع شبه اللي بيتو الفيشور سيلانت شوية بس معمول من الايه معمول من الريزن فكرته ايه فكرته ان اولا هو بيخش في الحيطة اللي هي الانتر بروكزمال ديت هبتبقى لزيزة برضو ايه كمان مهم قوي ان هو الانسيبيانت كيرز بيبقى عندي الانامل ده هو مش كافيتيته هو مفيش كافيتي بس هو بورس يعني هو بقى مخرم كده فهو اللي بيحصل هو بيسد الاخرام دي كلها خلاص فبيقف عليها كده فبيعزلها معانا الاورال كافيتي فإيه اللي يحصل تمنع الاسدز انها تتراكن تاني جوه البورز زيت وتعمل الكافيتيشن ده فاحنا زي ما نكون كده ايه بنقف لها كده كأنها شمسية كده بتقف على البورز زيت في الانسيبيانت كيرز علشان ما يحصلش تساوز تاني خلاص اللي هو ايه انتك تقنمل يعني ايه مفيش يعني ما كانش فيه كافيتيشن اصلا انا بس واقف كده ايه زي شمسية شمسية كده عليها يعني بقى احنا دلوقتي بدأنا نتكلم في اول نعمل انواع سوري الماتيريالز عمتنا مستغنى في البياتركس هو كلمنا عن وقونا انا عندي وقونا انا عندي وفوم وفارنش وكاذين وبعدكه تكلمنا عن 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 عندي صور عادي خالص اللي احنا نعمله بالالتش ونحط ونعمله ونقوم له كيورنج وبعدها كمان عندي الرزم ماتيريل الرزم ماتيريال هي مهمة قوي عشان هي هي مادة بقى اقوى شوية وبتالي ايه زي ما يكون باريير كده للايه اي حاجة فيها هي اقوى شوية جميعا. ماشي? طيب تاني حاجة هيبقى عندي اول حاجة عن ايه هي عبارة عن مادة بنستخدمها مكان يعني ده ده وقت عندي بتاعتي خلاص بقى فيها فبقى فيه يعني وحصر فانا عايز اريستور او كاعة تاني منظر ارسلنا بتاعتي بحيس انها تبقى شكلها ترجع لشكلها الطبيعي وفي نفس الوقت ترجع لفانكشن بتاعتها الطبيعية فبنحطها مادة تانية الماتيرير فالعملية دي كلها والمواضيات كله اسمه تمام؟ الطيبس بتاعته قلنا عندنا تمري وانترميديات وانتكلم عن كل واحد فيهم وانمحهم دلوقتي وكمان استاتيك مواضي ان انا استاتيك يعني شكلها لطيف ونزيز تستخدم في الانتيرورتيس ولا شكلها مش حلوة قوي فانا هستخدمها في البستيرورتيس طيب اول حاجة عندي تمري فيلنجي ماتيريال تمري فيلنجي ماتيريال يعني ايه يعني حشو مؤقت يعني لايف 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 سبان بتاعته قليلة يعني هو ما بيخدش وقت كبير قوي يعني لا بيدوب بسرعة خلاص يبقى كل اللي جاي دوتا اللي هتكلم عليه ده هو بيدوب بسرعة حاجة منحطها بمؤقتة ما بيدر الجلسات عايزة حافظة على السنة عشان ما يدخلشش اي اي بكتيريا تانية فانا بحط المادة التمري دي بحيز اغطي بيها السنة لحد ما هتيجي مسلا معادي الجلسة اللي جاية نكمل الشغل بتاعنا وحط الحشو اللي هو البرمنت بتاعي او الحشو الديم بتاعي ماشي طيب في شوية ممكن او يعني لو موجودة في المادة ديت تبقى حاجة كويسة اوي اول حاجة اني يكون فيها ادكويتو سترنتز انا عارف ان السترنتز التاعي مش هيبقى علي اوي لان دي مادة مؤقتة ولكن انا عايز برضو مادة يعني تقعد شوية فبوق العيان ما يجيش العيان باللي يقوم الحشو واقعتين تانية حاجة ادكويت سيل ده مهم اوي بقى ده مهم جدا في التمري ماتيريال ان هي ما يبقى فيه سيل كويس يغطي لي كل اسنا كويس محصلش اي مايكرويجج من جبه يعني بالبلد يعني ما بيصربش مش بيصرب اي حاجة جوه مش بيدخل اي صلايذة جوه فيعمل لي السيل كويس يقفل كويس اوي ببال بتشمبر بتاعي فحيس ما يخشروش اي بكتيريا ثالث حاجة لو يا سلام لو هو فيه بين ريليف لو يا سلام لو هو فيه اي حاجة زي مثلا المواد اللي فيها ايجينول اللي هو الرنفل فالرنفل ده بيسكن اوي البلب فده يبقى حلو اوي تمام تمام طيب تالت حاجة او رابع حاجة سوري اللي هو يعني بيوقف الكيرز زي المواد اللي فيها فلورايد بتبقى جميلة اوي برضو اخر حاجة زيها برضو زي موضوع ايه كاريوستاتيك بتوقف الكيرز وانتي بكتيريا يعني اي بكتيريا تخش عليها تقوم ايه تقوم اتلاها مشي طيب اول حاجة بقى من الحاجات اللي هي التمري واشهرهم هو انت учاور كونفانشنل زينكوكسايدا ايجينول زي مبلسة بقولي هي حوات ايجينول يعني هيبقى بين رليف ده انا لسه مفتحتش يعني لسه موصلش في الورقة انا فهمت عطول انه فيه ايجينول يبقى فيه بين رليف طيب طيب هوا قال لك انه هو سيداتيك بقى هو شفتو سيداتيك يعني ايه يعني بين ممكن نستخدمه ايه اول حاجة انتر دينت الامالجام وده 3 اربع المواد راح نتكلم عليها دلوقتي ممكن نستخدمها كبيز تحت الامالجام انا مشاهم بصراحة انتم عارفين الحاجات دي ولا لأ حل ده مشاهم او فى الابراتف ها نحن واهم بان الوزول وده لك اول حاجة انتر دينت الامالجام احنا الامالجام نشي طوالك في الامالجام ده بيبقى مش حلوة قوي لان انتو عارفين ان الامرجم ده بيوصل الاحساس مثلا السخن والسائع وكلام ده فده بيزود لي بتاع البلب هيخلي البلب بتاعي هيخليه يبقى يتأثر باي مؤثر خارجي فانا بحط له مادة عازلة فغالبا المادة العازلة دي ممكن تبقى زينكوكسايد اجنول ده رقم واحد رقم اتنين اي حاجة اليوتينج اليوتينج سيمنت اللي هو الكراونز بتاعتي فاكرين شابتر كنا بنوعد نقول بتاعه هيبقى باي فاكرين الكلام ده كله اهي هنا نفس الموضوع انا عندي زينكوكسايد اجنول ده ممكن او ما عاملو الميكس بتاعي يبقى خفيف شوية عشان انا عاملو ايه كليوتينج سيمنت او ان هو كأنه لازق كده للايه للكراون خلاص الفرقة بين البيز والليوتينج سيمنت واللاينر والكلام ده كله هي يعني ايه انا مش فهم حاجة يعني دلوقتي معظم المواد دي بتبقى عبارة عن ايه بتيجي عن طريق ايزاستينا او على هيئة ايزاستين ازايزا فيها بودر ازايزا فيها ليكويد ولو مفيش الليكويد يبقى احنا هنجيب ميا مقطرة مو علينا مهم يعني انا عندي ايزاستين بودر وليكويد عامة خلاص سواء بقى البودر ده بقى انهي اه فورميلة ده اللي بيحدد بقى نوعية الماتريال هي هل هي زينكوكسايد اجنول هي زينكبوريكربوكسايد هل هي زينكفوسفيت كلان ده كل خلاص المهم ان انا عندي بودر وليكويد وبقى قوم جايب زي حاجة زي سطح كده او زي اه بنسميها بتبقى حاجة كده مسطحة كده طبقة ازاز كده مسطحة كده عشان اعمل عليها الايه الميكس التاعي قوم جايب شوية من البودر بس الناسة معينة طبعا هتعرفوها اه شوية من الليكويد واقوم ايه مقلبهم كده مع بعض حل طيب انا عملت ده تقيل قوي بقى يعني لما اجي يقمزيكو كده بقى زي العجينة في ايدي كده زي الكورة كده في ايه زي كده يبقى ده بنسميه اللي هو اللي بنحطه تحت الامرجم خلاص طيب لقيتو لا حاجة صيحة كده خلاص يبقى ده كده يقم هيكون آآ ليوتنجي سيمنت لازق للآآ لازق ليه الكراونز او لاينر لاينر ده يعني ايه يعني انا مش عايز طبقة جامدة اوي او بيز تحت الايه تحت الامرجم لأ انا عايز حاجة او دي لها استخدامات تانية مرناش دعو بيها دلوقتي ماشي طيب ده عشان بس لما اقول لكم ان هو اندر امار جملة ما اقول لكم ليوتنجي سيمنت تفهموا ايه الفرق ما بينهم هو نفس المادة وكل حاجة بس الفكرة في نسبة البودر للليكود هل هو مكسة ايه كده يبقى عامل زي العجينة ولا لأ دي حاجة صيحة كده عاجينة صيحة الابرات هيفهموا الموضوع ده او هل انت تعملي عاجينة اا اا مثلا زي البيتزة مثلا ماشي ولا حاجة خفيفة للكيكة خلاص فتدي نسبة البودر للليكود هل هي اللي تفرق هنا طيب يبقى دلوقتي عندي نرجع لمرجوعنا زينكاوكسايد ايجينول ده وتقولنا ان هو سادف عشان فيه ايجينول تمام تمام بس تخدمه في ايه تحت ده رقم واحد رقم اثنين ممكن استخدامه للسمنتشون بتاعة الكراونز يوتينج سيمنت طيب رقم تلاتة انا هعدي روت كان الفيلنج ماتيريال ديت واقولك رقم تلاتة اللي هو تمري فيلنج ماتيريال يعني ايه يعني ايه برضو هعمله ميكس والميكس دي يكون جامد بقى اكتر حتى نلبيس بتاعة الامارجوم دي وقومه عامله وهو دي المادة التاعة اللي انا حضرتها في القرى الكافتي وروحي العيام بيها خليه روح بيها زي اللي في الصورة هنا ده شايفين هو ده اصلا دي كده خلاص ده بيرمننت ماتيريال لا دي كده بيروح بيها لحد ما يجي الجلسة جاية وقوم ايه اعرف اشيرها كويس وايه وبشتغل الفكرة كلها برضو يا جماعة في التيمبري ماتيريال ان هي بتبقى حاجة سهل ان انا اشيرها ان شاء الله باكسكافيتر يعني ممكن احتاج كونترا وممكن محتاجش عادي خلاص طيب المهم يعني دلوقتي طيب التيمبري فيرنج ماتيريال ده وزينك اوكسيدا جنول ده بيقولك انه هو نتري كومندت از بيرمننت فيرنج ماتيريال ليه ليه ما خلتوش بيرمننت ماتيريال عشان هو عنده يعني هو بيدوب بسرعة جدا في البقء وفي نفس الوقت القوة بتاعته بسيطة فانت اصلا هتلاقيه بيدوب مش هيستحمل معندولش القوة ان هتستحمل الاكل عليه خلاص فعشان كده بيقولك انه هو ما يفعش يبقى بيرمننت ماتيريال رقم اتنين انا عندي الاجينول ده اعمل مشكلة جامد اقوي الاجينول ده هو ساداتف للبلبس في نفس الوقت عدو الكومبوزيت ليه اول حاجة الاجينول ده قلنا ساداتف للبلب وقلنا عشان اقروم في لهو مساكن للبلب وسهل اقوى الموضادة سه طيب هو بانا عندي الكمبوزيت بتاعي في ريزن والريزن ده لازم يحصل له بلوميزيشن يعني ايه بلوميزيشن يعني حاجات كده مفروض تبقى انتم عارفينها في الماتيريا نعمتها المهم ان المادة نفسها مش هيحصل لها بلوميزيشن يعني مش هيحصل لها مش هتجمد خلاص فلو انا حطيت ده بيز تحت الكمبوزيت مش هينفع الكمبوزيت مش هيجمد ومش هيزبط في مكانه وهتلاقي الكمبوزيت توقع منك بعد كده خلاص يبقى احنا دلوقتي الزينكوكسيديجنور بحطه تحت الامر ده محطوش ابدا ابدا تحت الكمبوزيت خلاص طيب ايه كمان بيستخدم كايه كمان روت كانال فيلنج فور برايماري تيس ده مهم انا عندي دلوقتي لما باجي اعمل روت كانال ثيرابي ري البرايماري توس لما باجي اعمل حشو عصب للأسنان اللي هي اللي بتسيدي والزيد هل بحط جواها بقى انا دلوقتي عملت بربيكتومي دلوقتي مش مفروض بنحشي العصب بتاعي بنحشي الجدور بتاعتي احنا عارفين هنا في الكوبور بنحط حاجة اسمها جاتباركة او جاتبارشة بتبقى عبارة عن صوابع كده خلاص او ستيكس كده يعني وبتبقى مأسات معينة كده وبقى محطتها في الايه في الروت كانال هل هي بتدوب لأ ما بتدوبش بتفضل في بوق العيان الى مالة نهية خلاص طيب بالنسبة لأسنان برايماري انا لو حطتها دلوقتي وهي مش بيحصلها او مش بتدوب انا كده دلوقتي السينال برايماري انتا هتطلع بعد كده لتحت السينال برايماري اللي انا عملها دي هل هت تطلع يعني الفور والفايف دلوقتي لما هيجوا يزقوا الاسنان الديسيدة وزدية عشان يطلعوا هما كده 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 هيحصلوا الروت عادي خالص بس انت لو حاطت جاتباركة هتعوق موضوع اللي هو الايه الروتشة ده هتلاقي ان هي وقفلك كده زي المصور يعني في الزور يعني مش هينفع خلاص فنستخدم بما انتا تكون بايه بيحصلها ايه بتدوب هيا كمان عشان السينال برايماري تتعرف تزقها وتطلع زي ايه زي زينكوكسايد اجنول خلاص بنعمله ازاي ده انا مش فاهم حاجة بص هو ليها تركات كتير بس خليني اقولكو على اكتر تركة انا باستخدمها باعملها برضو بعملها باوضر كتير مع ليكود قلالة شوية وبحاول اعملها شبه بتاعت الجاتباركة ماشي مع لنا يعني مهم ان انا دلوقتي باستخدمها كفلنج متهيرة للايه للايه للروت كانال يبقى انا دلوقتي عندي زينكوكسايد ايجنول ايجنول يبقى مسكن بس معهوش الايه الكمبوزت بستعادي معا امرجم شغاله كمان شغال كاروتش شغاله كما طبعا شغال جميل خلاص طيب مايفعش ابدا نستخدمه كاهى كبيرمرانت متيريال ليه علشان هو هو طيب نخش بعدكبه بقى على المدة اللي هي ايه بين البنين شوية اللي هو الانترميد يد سميل IRM خلاص ده برضو حلو جدا بيعود وقته اطول من الزينكوكسايد اجنور او من التيمبري ماتيريز عمتا هو بيقعد ممكن من 3 ل 6 شهور ممكن كمان يقعد سنة ان هو قوي جدا اقوى من المواد التانية دي هو مع ايه مع ايه مع ايه مع ايه 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 خلاص بيسمو سترينس وان المهم يعني ان اليرم دوت اقوى كمان الزينكوكسايد اجنور فبيعد وقت اطول يعني مثلا نفترض انت جايلك عيانة عمل جلسة مثلا حشو عصب وعايز يسافر مسلا فانت عارف انه هو هيسافر بس انت عايز مادة برضو تقعد معايا وقت اطوير وفي نفس الوقت انت مش عايز مادة تغلبك لما تيجي تشيلها مش عايز استخدم كومبوزت مسلا لا انا بحط مادة في النص باستخدم اليرم ده الان المعرفة بتاعته انه هو يعني مش بيحصل له يرسل بسرعة لا ممكن يعد فبوق العيان شوية حلوين بتاعه عصب ودينا حاجة حاجة محتاجها لان انا هيعد وقت اطول والليو سليبليتي مش بيدوب بسرعة طيب اليوسص بتاعته انها تانية حاجة ممكن استخدمه في الكلس وان والله ممكن معايا برايمري توس ممكن اهو بس يعني مش مش مشهور قوي سنة فيها بالبوتومي مثلا. فقبل ما بحوط ممكن احوط الارم ده تحتي كباز كده. ماشي؟ طيب اخر حاجة باز انت لامار جمعه زي ما احنا عارفين. طيب عندي بعد كده بقى البولي كاربوكسليت سيمنت. البولي كاربوكسليت سيمنت ده مهم قوي في كزا نقطة كده. اول حاجة ان هم مكوون من بودر وليكود زي ما قلت لكم. وبيجي في ازازة ليكود زي ما قلت بودور وزينك اوكسايد. ماشي الليكود هو ايه هو البولي اكريلك اسيد ده مهم قوي لانه كيميكا البوند. يعني بيمسك في السنة كيميكالة بالكروسي مسكة بف QrS 1 T5 6g2 1 T5 8g4 11P 3g0 لانه نوع بقى بيعمل كيميكال البوند مع ايه مع الكالسيم اللي موجود في المكان Excuseicho wwooden t topsium . اتى كده عارفين تceğiz حاجات دي من الهيستروجي. الهيدروكسي اباطايدس والكالسيم اللي موجود فيها. هو هنا بقى بيقوم ايه ماسك في الموضوع دوت. هو مع التوسيستروجش حلو قوي. في نفس الوقت هو ما بيخشش جوه دي دانراتيبيولز وهو بس بيمسك من فوق كده بالايه? بالهيدروكسي اباطايدس بيقوم ايه ماسك فيهم يعني. خلاص ده ايه? باستخدمه برضو تحت الامالغام. كاذي لينيج يعني كده تحت اللي هو يعني كاي بحطه بقى روفيعة قوي كده خلاص تحت ال ايه? تحت طبعا تيميشتريشني يبقى وليوتينج سيماند. يبقى حنتيمير такая وتيميشتريشنية موجود في كل حته. لحذه دلوقتي هوت. ويهي كمان عندي تحت الامالغام. كل دور استخدمتهم تحت هيه كامان كايه? كلاينينج. تمام ايبقى حن استخدمناها كله مستخدمناه بايزا Bismarck كلهم استخدمناهم كلاينينج كلهم استخدمناهم كتينبريفيلينج وكلهم استخدمناهم مع مع الكراونز طيب نخش بعد كده بقى باول واحد كان ايه كان الزينك بوليكاربوكسليت هنا الزينك فوسفيد زينك فوسفيد قلنا البودر بتاعي هو الزينك اوكسايد والليكود بتاعي هو فوسفيريك اسيد طيب هنا كان ايه زينكي بولي كاربوكسليت كان بولي أكريليك أسد بولي كاربوكسليت بولي أكريليك أسد بولي و بولي ماشي طيب هنا ايه هنا زينكي فوسفيت يبقى فوسفيت يبقى فوسفرس خلاص احفظوها كده دايما الفكر يكون لها في الليكود مش في البودر طيب بيقول لك انه هو اكسنت هادلينج وبيعد وقت طويل عشان ينشف بيعد ساتينج تايم دايما ما بينشف خلاص فبيديني ووركينج تايم واسع بديني وقت حلوة قوي اقوم حظل ايه الحاجة بتاعتي واسطف وحنتف واشيل منها وازود عليها والكلام ده كله حلوة قوي وسهلة قوي لانها مش بتايه مش بتتنشف بسرعة خلاص الفيلم سيكنس بتاعه لطيف يعني ايه فيلم سيكنس بتاعه يعني ممكن يديني طبقات رفايا حلوة قوي معظم اللي فاتوا دور كانوا بيعودوا يلزقوا كده في السنة وما تجد حطهم فبتعد تشيلهم يعني ايه موضوع بيبقى ريخم شوية لكن ده لا مش بيرزق في السنة وفي نفس الوقت عندي مشكلة هنا جمدة قوي ان انا عندي زينك فوسفيت ده هو ايرتنت للبلب فما يفعش استخدمه مع البيدياتريكس حد يقول لي ليه اقوله عشان انا لسه اقيل لك من شوية ان انا عندي الانامر ودينتين سن رفايا عين والبلب هورد التاعي عالي فما يفعش استخدم معاي مادة ايرتنت ليها زي الزينك فوسفيد ايه هستخدم ايه؟ مع الزينك فوسفيت حدث استخدم الزينك أكسايد ايجينول شفتو سهله ازاي؟ لان عند الوقت هعتقد ايه مع ألبيديو زينك اكسايد ايجنيول؟ ينفع استخدم الزينك فوسفيت لا طيب الاجينول ما فين 2011 فلالم conse ted Nextiko ربطة لكو لكي حدث ورد تماماً لكني عند petite زينك ايجينول جميل وحيل عشان هو سيداتف بس عنده مشكلة مع الكومبوسيت الازنك الده musste مع الت Lilasin اي حاجة فيها ريزن يبقى مادة حلوة خلاص مادة قوية شوية بواردو بتمسك مع الفيدرويد ده نقطة تحسب لها انها بتطلع فيدرويد فطمع دي حاجة حلوة قوي تقرست الكيرز برضو باستخدمه مع وممكن اعمله سيمنت الفايبر بوست عارفين لما يكون ان الكلمة بيكون عندي رامباند كيرز في الانتيور تيس بداخل عين جي اي جنرال انسيزيا ويبدأ ان انا اقوم اعمل روت كانارز ويحط جواها فايبر بوست عشان تبقى دعامة للسن يعني بنلزقها بحاجة قوية زي الريزن سيمنت ده ماشي طيب يبقى انا دلوقتي عندي كل دول كانوا تكلمت عنهم في ايه اتكلمت عنهم في ال زينك اوكسايد جنور. وهنا دو لسا الناد الوقتي بس بس وحش مع الكنبوزة. وبستخدمه تحت الامار جام عادي. كاليوتانج سيمنت عادي بستخدمه كلاينار عادي بستخدم كمان زينك اوكسايد جنور كتمبري في ننج ماتيريال وكمان بستخدمه مع ال ايه؟ مع الوز كانالز اه مع الاندو يعني في الاي في الاطور. يبانا لعدي الوقت الاجينول ده استخدمته تقريبا في كل الحاجات معادة ايه معادة حاجة واحدة بس هي الكمبوزت ما يفعلش انه يتحطي تحت الكمبوزت. وبعد كده قلنا الار ام دوت فكرته بس انه هو بيقعد وقته اطور فلزيز في الموضوع ده. ما عندهش اي حاجة تانية اه تخليني اميزه اقوي يعني. طيب عندي البوليكاربوكسليت سيمنت قلنا انه هو بيعمل كيميكال بونت ده مهمة ايه مع وانه هو البوليكاربوكسليت او البوليكاربوكسليت دوت يعني يعتبر مفهوش اي مشكلة قوي. طيب وبعد كده عندي اه بس اطدمه مع اي حاجة اندر امارجا معادي وكل دوت تمام. الزنك فوسفات مش بنستخدمه مع البيض ده هيجلك ام سيكيو على فكرة. تقاوي شوية ده فممكن اعمل معي الفايبر بوست وفي نفس الوقت برضه هو ماسك كيميكال بونت مع طيب بقى انا كده خلصنا وكلمنا عن الانترميديات اللي هو ال اي ار ام وتكلمت كمان عن اللي هما مجموعة الزنك بكل مجتملاتها ومعاهم الريزن سيمينت كمان. يعني الكلام بعد كده بقى على البرونان تفيلينكي ماتيريز هما تالتة بنستخدمهم في البيضو عندنا امارجا مقوي اه كومبوزت وي الجلاس اين مرحبا ابنا ده. خلاص طيب اول حاجة عندي امارجا كلنا عارفينه كابسولات الامارجا اللي هو الحشوة اللي بتبقى سيلفر دي تبقى فضية بتكون من حاجتين الميركري مع السيلفر والتينو والزينك والكابر هي بتبقى عبارة عن كابسولة كده من محاطنها في الامارجا ميتور اللي هو الجهاز ده ده بيبقى جهاز كده بحط الايه الكابسولة جوا يعد بيعمل كده بطريقة معينة كده بحيث نهو يعمل الميكس اه بتاعي المهم قالك انه هو 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 طبعا سيدس اوتماتي كده يعني هو هينشف ويعمل لك عاجينة طريقة كده ومع الوقت بتنشف بسرعة على انت برضه تتحكم في عن طريقة الامارجا ميتور موضوع النشافان ده ينشف بسرعة انا لسه يقدوات شوية انا عايزة العجينة طريقة او ولا عايزة العجينة نشفت شوية انا كله بنزبطه عن طريقة سيتين جبعت الامارجا ميتور ماعاليم المهم قالك ان انا ممكن استخدم الزينك فري او اه ايه موضوع الزينك يعني هانا للوقت يسألكم من شوية ان الامارجا منافسه بيكون ايه من السيلفر والتينو والزينك والكابر فقالك انا انا هقلل الزنك او هشيله خالص وهزود الكبر ده بحيث ان هو يديني موستشور كنترول بتاعي لو عندي موستشور كنترول فيه مشكلة يعني مثلا في حالات البيدو الصلايفة بتبقى كتير مش عارفة اتحكم فيها فهنا ساعتها بعمل موضوع الامرجم ده باستخدم النوعية دي من الامرجم اللي هي مفهاش زنك وفي نفس الوقت فيها كبر كتير طيب الامرجم طيب سيبقى كزا نوع لكي خطر حاجات دي في الماتيريال فانا هممشيها بسرعة عناكم فانشن الامرجم اللي احنا عارفينه في حاجة اسمها زنك فري اللي هو لسه لكم ولي هاي كبر امالرجم اللي هما ما عانوهم مع الايه؟ مع اللي عنده موستشور كنترول ديفيكلت شوية الامرجم طبعا اهم حاجة انه هو ازي فو منيبليشن باعرف استخدامه هو رخيص مادة رخيصة مش غالية مش بتكلفني كتير مش سنتف لاي موستشور زي كومبوزت مسلا يعني عندي سهل يتعامل حتى لو في صرايفة ممكن عادي هيمسك في مكانه عادي بتاعها عالي او بتقعد بالسنين اذا رجيتنا ممكن تكسر السنة نفسها من حواليه بس هي نفسها تفضل في مكانها عادي بس عنده مشاكل كتير طبعا مش بمسك في السنة زي كومبوزت فبالتالي بحتاج ان انا اعمله يعني بها وكتير كله يعني بعمله اه بلاك اه 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 كافتي بريبريشن او تفتكروا الحاجات دي خدناها انا ازاي اعمل ايه الكافتي بريبريشن بتاعي تماما الموضوع ده مش نانسيس قوي مع الاطفار عشان تعامل تاكروا في السنة اللي هي اصلا قدي كده صغيرة جدا يعني فالأمال جم ما ببقاش رقم واحد في الاطفار طبعا منظره مش عطيف خالص اه بس طيب بعد كده بقى نخش على جلس اي نمار اللي هو في فعلا حمدنا والله يعني ده المنقذ في البيضو. اه باختصار قبل ما قبل ما اخش بس في في الكلام ذات نفسه انا هقول لكم يعني ده مادة سهل ان انا عملها عملها ببودر كده على طول اه انا اللي بتحكم في في السمك بتاعها اه مادة نفسي مش نفسي نفسي بس ها ماشية يعني اه مادة بتطلعلي فحلوة للاطفال اللي عندهم عالي. آآ مادة مش فبرضو عايزي مش زي الكمبوزت آآآ بس فهي مادة وطبعا رخيصة فهي مادة بالنسبة لي يعني خلاص طيب نخش بقى في الكلمة اللي مكتوب هنا هو قال لك ان هو دي ماتيريلا آآ بس مش زي الكمبوزت عشان تبقوا عارفين طيب آآ فيها بولي اكريليك أسد فيها بولي اكريليك أسد زيها زي يمين زي البولي كاربوكسرييت سيمينت ماشي طيب ايه كمان بوند كيميكالي مع التوس واكيد انتوا عارفين الموضوع ده طيب ايه كمان قال لك ان هو انت كاريوجينيك عشان فيها في الرايت ويمينما الكافيتي بريباريشن مش بعمل لها بقى زي جيفي بلاك مع مع الامالجم لا 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 انا مش عمل كل الكلام ده انا هنا برضو زي زي مين زي زي كومبوز ايه باخد الكنترا بتاعتي واقوم ايه ايه عامل بتاعي وخلاص على كده مش بقعد بقى اعمل كافيتي بريباريشن زي زي طيب ايه كمان طبعا بايو كومباتمر مع التوس يعني هي هي وسلنا اصدقاء كده مش يعني مش زي الايجي نقول مسلا طبعا انا باستخدمها مع حالات كلاس وان وهما هنا كابلن لك تو بس يعني الدكتور مش مقتنع او بطول لان بتاعها ما يبديش ان انا عاملها في كلاس اه كابتي يعني خلاص وكلاس اه فايف باستخدم فيهم الايه الجلاس اياني مردها يبقى انا اي حاجة ما فيهاش اي اسمس او ما فيهاش اي كورنر كده ممكن استخدمها عادي اللي هما مين اللي هما وان وثري وفايف لكن مسلا كلاس فور او كلاس تو لا يستحسن المصادر بهمش عشان هي قوة بتاعتهم مش تسمح لها قوي ممكن يبقى اليوتينج سيمنت ممكن تعملوا حاجة رفياة كده يبقى اليوتينج سيمنت ممكن تستردموه كابيز ممكن تحت الكمبوزت ممكن نعمل كده اه ايه كمان اه اه اتروماتيك ريستراتي في ماتيريال يعني انا مسلا ما اه اه ما شلتش التعب بالكونترا وحطيته في حاجة فيه نظام اسمه اي ارتي كده بستخدمه مع الهنزيكاب بستخدمه مع الاصفال بستخدمه في مثلا في الدول اللي هي فقيرة شوية بقوم جايب بتاعي وبشيل كل وقوم حاطة ده بيطلع في شوية وفي نفس الوقت انا مش معي الامكانيات او مش عارف معي الامكانيات بس مش عارف هستخدم للطفل ده كلام ده كله فساعتها بنحط بيبقى جوكر بيبقى حلو بس انا هو انكورت في الشايلدان طيب الادفانتج بتاعته ان هو بيلزق في السنة بوندو توزة توز يعني نفس الكلام اللي سيهر لكم من شوية ان هو ما فوش ما يخرج ليكتجا قوي بيطلع في الرايد وموستشار كنترول بتاعه يعني هو مش بحتاجه طيب بتاعته ايه ان هو شكله مش عطيف قوي زيه الكمبوزت ونفس الوقت ما بيقعدش وقت طويل لان هو بيدوب بسرعة او بيحصل له ويرينج بسرعة يعني يعني ايه وير يعني السنانة عم هتتحك بالاسنان اللي فوقه مع الاكل وكلام ده فهو بيدوب بسرعة كده بيطلع كده ايه بيتقشر كده بسرعة وفي نفسراته هو مش قوي زي الكمبوزت فعشان كده اقول لكم من فاشن استنادمه وفي حالة الكلاس طويل كلاس فوش طيب عشان بقي او الجلاس ايه المر العادي ده انا اقول لكم بنعمله ازاي بقوم حاط شوية بغضره شوية لكود على بعض لا هو قال لك ان هحط له مس هحط له ريزن وسميها الريفا او هسميها ريزن مضافية جلاس ايه المر او بنسميه احنا بصوا بشكله عامل ازاي بصوا هو الاول حاجة بيجي لك على هاية الكيس اللي الفوضي اللي فوق ده مكتوبة على ريفا سيل في كيورا هوم بيطلع تقوم فتحها وتقوم طالع منها الايه الكابسولة اللي زي اللي موجودة تحتيها العطول دي في نفس الصورة اهي خلاص ديه بتقوم حاطتها في هي الاول بتتضغط كده لها زي كابسة كده تدوس عليها او زي زرار كده بتدوس عليه وتحطه برضو في الامالجام زي الامالجام زي كابسولة الامالجام كده بس تحطها في الامالجام بردو بس ساعدت ثواني اقلب كتير يعني لان هي بتنشف ثواني دي بقى مادة بصوا هي مادة حلوة قوي بتاحها جميل يعني ممكن تحطها مكان الكمبوزت لو انت الحالة تستدعي نفس الكلام في الريفا خلاص او في اللي هو رقم واحد رقم اتنين انه هو يعني اوحش حاجة فيها ان هي بتنشف بسرعة او بتاحها بسرعة يعني لو انت مرحيتش نفسك او لو انت مش حريف اوي في الموضوع في مع الطفل وكلام ده هتلاقي ان هي نشفت منك وهتروح عليك الكابسولة والكابسولة غالية يعني ماشي طيب بعد ما بحطها في الاملجامتر وبطلحها بعمل لها في الجندي او المسدس ده هو انتم مش هتتخيلوك لما تشوفوه في ايديكو كده تقوم وحطين الكابسولة كده زمان شخص شايفين مع البتاع المطابب اللي بيها دوت لبره كده وتحطها في المسدس ده وتقوم ايه ضغط بيه كده يقوم يطلع لك بيضغط عليها يقوم يطلع منها المادة اللي جوه اللي هو ريزن والفايل بلاس اين مر ده وتحطه جوه الكابسولة وتعمله بسرعة كده بحيث انت ايه تزبط دنيتك يعني تمام قال لك ان هو فيه ريزن هو كومبونت فلير كونسنتراشن ازهاي سوزة ترينز ازهاي علينا الترينز بتاعنا بالرزن هو بالفيلر يعني ايه لايت كيورد بصوا هو فيه انواع منها لايت كيورد وفيه انواع منها كيمي الكيورد خلاص وفيه انواع الحاجتين مش هتفهمه دنيا دي موم ان هو هنا قال لك ان هو لايت كيورد خلاص فدي تبقى حاجة حلوة انه هو ايه ينشف زي ما انا عايز انا اللي بخليه ينشف اسرع واقل انا اللي بعمله طيب طبعا دي مش كيلة على فكرة مش مش حلوة قوي يعني ده الانواع يعني اللي هي الانواع التجارية طيب ثلاث حاجة هو هو شبه كده بس هو نانو فلت بارتكروزيات واحدة بتبقى نانو تكنولوجيه او نانو رفص عنونا قوي خالص ده بيبقى يبقى 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 ده بيبقى عبارة عن مساعدة داسين كده مع بعض خلاص بتقوم ايه كل واحد فيهم فيه مادة كده معينة وما تقوم ايه تضغط عليهم كده لجلاس ستان بيتطلع لك الاتين نفس الطول يعني يعني هنا هيبقى عندك زي ايه على فلما بتعمل معجون السنان كده بيتطلع لك معجون هو نفس الفكرة بس بيبقى ايه اتنين معجون كده جنب بعض وتعملهم انت اه بتقلمهم على بعض وتقوم ايه عملهم ايه ويه برضو بتطلع عشان ده كده كده بس احنا ايه اه زبطنا موضوع يعني الوير بتاعها يعني الوير بتاعها اقل فالسترنت بتاعها زي خلاص بنسميها اه اه مش هي انا كنت مفروضة احطرك الصورة هنا بس بصراحة اه مراقيتش الصورة واضحيني فحاولوا تتخيلوها بس انه انت عندك اتنين مسدس وبيتطلعوا لتنين مع بعض اتنين معجون كده بنفس الطول وانت تقوم مقلبهم على بعض وتقوم ايه حاشي يتدرس بيهم يبقى انا عندي دلوقتي بالنسبة ل اه انا عندي اول حاجة الامرجم وعرفنا الامرجم سهل ببسيته كل حاجة موضوع فيه سهل تانية حاجة جراس انمر هو بتاعنا عندنا جراس انمر العادي وعندنا الريفا او وعندنا النانوفيلد خلاص نخش بعد كده على الكمبوزت الكمبوزت برضو هقول لكم كلام كده بيني وبينك وكده بعد كده نقرأ الوراء الكمبوزت ده مادة احلى حاجة لطيفة جدا تسخدمها في الانتيرورتيز هتبسطك السترنس بتاعها كويس بس مش زي الامرجم يعني هو اعلى من الجراس انمر بس برضو مش زي الامرجم تعتبر غالية شوية اغلى من الجراس انمر بس يعني هي مش وحشة ما بتطرعش تدرعية زي الجراس انمر ايه تاني اه هي اوحش حاجة فيها ان هي مادة سنستيف جدا يعني لو انت مع طفل كمان بتبقى صعبة لو الطفل ده مش كاوبرتف وانت معاك تشتمر مويس تشار كونترول هتبقى مشكلة هتلاقي ان هي حصل او هتبقى ويحصل مايكرو ليكنج هتبقى تصرب من جبها تلاقي المادة بقت في النص كده بنص الدرس كده وهي الكيرز حصل من تحته تاني خلاص طيب نقرأ مع بعض قالك انه هي اكتر واحدة بنصادمه في الانتيريورتيس ومبورده ممكن نصادمه في البوستيريورتيس تحتاج وقت يعني موضوع ممكن تعد وقت حلو كده تحط الكمبوز الدار ان هو مادة سنستيف ويحتاج وقته ويحتاج كذا خطوة يعني انت بفرط في السنة كويس مبقاش فيه اي سرايفة او كده وبعد كده تقوم عامل تقوم شايله وبعد كده تحط البند وبعد كده تحط الكمبوز الدار وبعد كده تقوم عامل كارفينج وبعد كده تقوم عامل فكل الكلام ده بياخد وقت طبعا بالنسبة لطفل هيتقم مننا ماشي طيب هم قسموها كذا حاجة هل هي على حسب نازل بالفيدر هي فلاوبل فلاوبل يعني الكمبوزد نفسه هتلاقيه نازل كده سايل شوية ولا باكابول بيبقى تيجي عاجينة كده تمسكها في ايدك للانتيريورتيس لانه لو بستيريورتيس هتلاقيه استرنس بتاعها اعلى شوية على حسب برتيكل سايز بتاعتها اللي جواه هل هي مكرو كبيرة ولا مايكرو ولا هايبريد ما بين المكرو والمكرو وعند النانو بقى النانو ده أصغر من هم 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 الاتنين خلاص يبقى السايز بتاعه من خمسة لمية نانو متر المهم ان الكمبوزد ده هو ماده بيمسك ميكرو ميكانيكا البوند في حاله او بيمسك في السينة بطريقة جميلة قوي الاساتك بتاعه جميل دي حاجة نقطة تحسب له برضه انه مش بقتر ان انا اعمل جيب بلاك بريبريشن لا انا بعمل بشيط بس الكيرس كده وبحط مكانها الكمبوزد مش لازم اعود اعمل الشكل بتاع كلاس وند والدافطيل مش عارف ايه كل الكلام ده يعني الموضوع مش بيحتاج كل ده دي مهمة قوي التكنيك بياخد وقت طويل وبعد كده ممكن يحصل حاجة اسمها بلوميزيشن شرينكج وفتعمليه مايكرو ليكتج يعني ايه يعني الحشوة نفسها يحصل لها شرينكتج تنكمش كده عن نفسها فتبدأ زي ما نقول كده بالعربي كده تفلق كده عن السنة فيبدأ يبقى فيه فجوة ما بينها وبين السنة فيحصل مايكرو ليكتج او ان السرايفة تخش الباكتيريا تخش ما بينها وبين التوس هيحصل ليكيرز في الاسنان طيب وانا كده خلصنا تالت او تالت مادة نستعادمها في كاااا في البيديو يعني هي نخش بعد كده على كومب ميرز حاجة كده مزيج من حاكتين بس هي اشبه قوي بال هي عمل ايه؟ هما قال لك انها هيخد تاع الكومبوزيت وهيخد شكل الكومبوزيت الجميل ده بس هتطلع برضه في زي زي جلاس اي نمر ماشي؟ نسميها كومبوميرز دي تمام؟ طيب قال لك انه هو زي مين؟ زي كومبو جلاس ودايركت ده برضه انواعني في السوق عندي نوع مهمة قوي اسمه كومبومير توينكي ستور اللي هو في الصورة هنا لك يعني بما يعني انه هو هيلون الحشوة يعني عشان الطفل نفسه يعني ما يزهقش من الحشوة وبتاع يحب الموضوع توريله صور زي ده يتبسط قوي فيعود معيك يعني فبيخلي عنده يعني حماس كده ان هو يعود معيك فالله يلطيفة يعني جميلة جون ميكانيكال بروبرتس بعرف اعمل لها كارفينج كويس يعني بتاعها حلو بعرف امسكها واشكلها زي ما انا عايز فانا عندي كومبومير زي ما زي كومبوزت والجلاس اي نمر قوة الكمبوزت مع الايه مع الفلورايد بتاع الايه اي نمر طبعا هو مش بيطلع فلورايد احسن حاجة يعني خلاص مش زي الجلاس اي نمر برضو بس يعنيها مقبول ماشي يبقى ندر وقت لحد وقت اعملنا ايه يا جماعي احنا لحد وقت اتكلمنا في الاول عن شوية كراتريل انا محتاجها محتاج اعرف اشوفها قبل ما اخترق صناعية المادة بعد كده اتكلمنا عن تمبري فيلنجي ماتيريال وتكلمت عنها كذا عنها في كذا نوع اللي هم المجموعات اللي هي الاجينول و بريكر بوكسريت اه و الفوسفيت وكلام ده كله وتكلمت عن الاي ار ام اللي هو الانترميديات وبعد كده اتكلمت عن البرمنت الامار جمع الكمبوزت والجلاس عينيمر والكمبو مير ندخل بعد كده بقى على الكراونز احنا كراونز اصلا اخدناهم في شبايتر فاكرين كدنا على انتيرير كراونز وكدنا على مراجعة سريعة زي ايه زي الزركوني كراونز والسريلويد كراونز والفيجارو كراونز احنا اخدنا الكرام ده الله وكدنا عندهم تفسيره بشرح الممل في مراجعة سريعة كده احنا اصلا كنا في الانتيرير كراونز وكنا بنكلم ان انا عندي الستاليستير وبعد كده قالك لا انا هعمل اللي هو الابين فيزد وقالك ان انا ان يو سمايل قالك لا انت بتعملش بقى الابين فيزد ده انا هعمله انا اه اه فينير دستاليستير كراونز وكلام دا كان حلو وكان عندي كمان البولي كربونيدا اكريلك دا بس ده مكنش حلو عشان كان بالكي كده ويعني كان شكله يبقى منشاطية في كده خلاص فطلعوا بعد كده الزركونيا كراونز. الزركونيا كراونز جميلة قوي شكلها حلوة قوي بس عندها كذا عيب. اول عيب ان انا باكل من السنة كتير. لو تفتكر بتاعها يكون ناكل اكتر حاجة اا اكتر نوع يعني كراون كنا ناكل للسنة من السنة لي يعني علشان هو عيد يدخل في نفس الوقت ان هو بتاعها بيحصل بسرعة قوي. هو مادة مش رزيلة انت كده المادة مش بتاخده دي دي دقه. وبيطق بسرعة قوي. فانت لو عندك مثلا السنة فيها انت القطعة عالية وانت ما ريحتوش ما نزلتوش ش شوية يعني ما قللتوش الكراونز ده هيتفلق وانت بتدخله. خلاص ده عايب الزركونيا كراونز. فعملوا السنولويد كراونز. السنولويد كراونز دي بقى اللي هي الفاكرين اللي هي كومبوز كراونز اللي هي دي. هي اتباع حاجة كده عاملة زي بلاستيك كده بتشتريها جهزا من الدينتا بسطورة عادي. وكنا بنملاها بالكمبوزت وقوموا بحطتها وكده عاملة زي ما يكون ايه قالب كده نحط فيه الكومبوزت عشان ايه يزبط في مكانه وكنا بنش عشان ايه يزبط في مكانه. ماشي طيب عندنا في البوستيرور بعدها عندنا حاجات استاتيك وأنه استاتيك. اللي هما زي ايه زي 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 زركونيا كراونز في البوستيرور تيسه. يعني الناس اللي عملو زي زركونيا كراونز وده عملي المنزول عني البوستيرور هو نفس ورض العيوب ان انا بضطر اكل من السنة كثير قوي خاصة بقى تصوروا لو كراونز جنب بعض فانا باكل من السنتين. يعني كمية حلوة فدي طبعا مش حاجة لطيفة. في نفس الوقت برضه هو حاجه غالية لان انا عندي بديله وشغله كويس هو الستالي ستيل فانا ليه استغن المزركونيا ممكن استغدامه لو الاب والاما مش عاجبهم موضوع الستالي ستيل ده خلاص ايه كمان ايه نوع اللي هو الانقيساتك بقى اللي هو الستالي ستيل ده شكله مش حلو قوي عشان احنا اخدنا له شابدر كله يعني اولا اننا كان فيه منه انواع اللي هو ان كنتورد وان تريمد وعندي البري تريمد والبري كنتورد كلام ده كله احنا اخدناه يعني طيب وعندي بقى نوع الثالث الظاهر جديد اسمه البيوفليكسي كراونز البيوفليكسي كراونز ده جمع علي بين الحاكتين ما بين الزركونيا والستالي ستيل ان هو خليه مادة كده تروح وتاخد وتدي ما تكسرش وتتفرقش زي الزركونيا وفي نفس الوقت شكلها حلو زي الزركونيا كراونز وبكده نكون خلصنا اخر محاضرة في السنة دينتر ماتيريالز بصوا هو الشابتر يبين ان هو حفظ وداش ومعلومات كتير كل انا شوفها في بعض ومش فاهم حاجة بس لا هو كل نوع من الانواع دي يا جماعة ليه حاجة مميزية يعني ليه حاجة بتميزه انتو خلاص يعني ان شاء الله اكونوا بعد الشرح ده كله عرفتوا الحاجات اللي بتميز دي لان الحاجات دي هي اللي هتجي في يعني خلاص يعني الحاجات اللي فيها هنعمل معها ايه ومجيش مع ايه طب الحاجات اللي هي الانوية يلي عنده سرينز عالي تب ايه اللي سنسليف اكتر تب ايه اللي بيتلع في الرايد حاجات دي كلها هي دي اللي بتيجي فيها اسئلة ماشي? وبكده اه نكون خلصنا الورق نزل في المكتبات مكتبة ريسالة ومكتبة بي ان. اه هات الورق اول باول واذاكره اول باول. اه ان شاء الله وانتبسط كل سنة وانتوا طيبين كانت سنة حلوة اضطها معاكم ان شاء الله السنة جايحنا برضو مع بعض بازن الله لو عندكم اي اسئلة ابعتولي على الواتساب وشكرا مع السلمة